مستمري معكم مع ضيوفنا في هذه اللحظات ورحب بضيفي المهندس إياد القدسي مدير منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة التطوير الاقتصادي والتجارة الكندية ومن أونتاريو رحب فيك اليوم سيد مهندس إياد وبداية إذا ما تحدثنا عن أهمية مشاركة اليوم الجناح الكندي وخاصة محافظة أونتاريو في آيديكس ونافديكس أول شي شكرا على استضافتي بالتغطية الإعلامية بآيديكس طبعا نحن نعتبر معرض آيديكس هو من أكبر المعرض العالمية بمجال الديفنس السكيريتي هو أكبر معرض منطقة الشرق الأوسط فالمشاركة فيه هو كثير شغلة منيحة على الشركات أونتاريو والشركات الكندية وبتوقع لكل الشركات العالمية نشارك بهذاك حدث كبير ومهمة آيديكس يلتقوا مع زملائهم اللي عاملين من نفس القطاع ويتبادلوا الخبرات وبالتالي نشوف كيف بدنا نطور بعض نتبادل الخبرات مع بعض خاصة أنه يأتي بيجوا على آيديكس بيلتقوا مع ناس عاملين من نفس القطاع من مختلف الدول فهذا اللي بيميز الحقيقة مشاركنا بآيديكس ونحن عتدنا على المشاركة دائما بآيديكس حكومة أونتاريو كندا نعم بالحديث عن المشاركة إذا ما تكلمنا عدد الشركات الكندية اللي موجودة اليوم في هذا المعرض آيديكس ونافديكس 2023 في الدورة الحالية الحقيقة وفد أونتاريو للصناعات المتقدمة Advanced Manufacturing Security هو 25 شركة من أصل 50 شركة كندية مشاركين من مختلف القطاعات الفرعية للقطاع Defense and Security والـ Advanced Manufacturing تلك العام نعم أيضا كذلك يعني تحدث قبل الهوى أنه كجهة حكومية تمثلونها أنتم متواجدون كوزارة التطوير والصناعة والتجارة ولكن هناك شركات أيضا كندية منفصلة موجودة ما شاء الله بداخل المعرض صحيح؟ صحيح في 50 شركة كندية متواجدة بآيديكس الجناح الحكومي هو كمان بدوم شركات من أونتاريو بحدود 12 شركة من أونتاريو بجناح الحكومي بالإضافة لشركات مشاركة بآيديكس يعني كمان تحت الجناح الكندي تحت الأمبريلا الكندية بس مو بجناح الحكومي بس بالنهاية كلنا وان تيم فريق عمل واحد أونتاريو والكندي سوا كنا نتحدث عن الشركات والمشاركة هنا من كندا إذا ما تحدثنا عن أبرز المنتجات وكذلك التقنيات الموجودة اليوم في آيديكس من تطوير وصناعة الشركات الكندية الحقيقة هو بالنسبة لكندا وونتاريو هو قطاع كبير بيحوي كثير قطاعات فرعية تحت القطاع الرئيسي بالنسبة للمشاركين هنين من مختلف قطاعات مثل مشغلين الأقمار الصناعية بمختلف تطبيقات العسكرية والمدنية روبوت بمختلف أنواع روبوت محمولة تحت الماء الطائرات بدون طيار أنظمة الاستشعار المتقدمة منصات تحليل الزكاة الاصطناعية بالآيكلاود وغيره وشركات كونسولتينج لتدمير الخدمات والاستشعارات العسكرية والأمنية بالنسبة لأول سايبر سيكيرتي والأدفانس منيفاكتورينج في كافة القطاعات تقريبا يعني متواجدة تمام اليوم تواجدكم في هذا الحدث العالمي شو اللي يميز آيديكس ونابديكس عن غيرها من المعارض في نفس التخصص هلا أول شي آيديكس هو يعتبر أكبر معرض للأدفانس منيفاكتورينج سيكتر نحن وتنقول نقصد أنه كل شي تحت السكتر الكبير لأنه هنا ديفنس سيكيرتي أفياشن عند ايروسبيس سايبر سيكيرتي فاللي بيميز آيديكس أنه هو بيحوي كل القطاعات تقريبا اللي تحت الادفانس منيفاكتورينج سيكتر بالإضافة أنه كل سنة عن سنة عم يزيدوا عدد الشركات مشاركة بآيديكس وعم تزداد المنتجات اللي عندهم طبعا ونحن بنتشكر المنظمين على هالحادث لأنه بالفعل تنظيم رائع كل سنة منقول أنه هذا أحسن شي ونرجع السنة اللي بعدها منلاقي شي أحسن وأفضل ونحن دائما حريصين على المشاركة بشكل عام وكمان آيديكس هو من أهم المعارض بهذا المجال بالعالم غير أنه هو أكبر معرض بالمنطقة الشرق الأوسط اليوم سؤالنا الأخير هل هناك مناقشات من هنا من هناك لسفقات مذكرات تفاهم اتفاقيات بينكم بين شركات واجهات أخرى هل هو الحقيقة دائما بيكون بالمست بيك بيكون في دائما بس دائما بتبين معنا بعد ما يخلص الإفنت وإن شاء الله بنعمل دوما يكون في قصص نجاح لشركات أونتريو وشركات أونتريو كل ما بتشارك بأيديكس أو بأي معرض بالإمارات من أي سكتر دائما فيه مهمة وإن شاء الله نتمنى الخير لألون ولباقي الشركات المشاركين إن شاء الله أيضا بعض السؤال عندما أرى في هذه الشاشة ممكن تشوفها معاي أنظمة صناعية دفاعية طائرات من غير طيار أنظمة دفاعية صواريخ مركبات مدرعة أسلحة خفيفة ثقيلة كل هذه عبر صناعات إماراتية ما شاء الله لشركة كبرى شركات مجموعة تضم تحت مضالة أكثر من 20 شركة دفاعية كيف تشوف الصناعات الإماراتية اليوم خاصة في هذا المجال واللي أصبحت يعني جنبا إلى جنب مع الصناعات والمنتجات الدفاعية العالمية الحقيقة هذا سبب ثاني بيخلي دائما شركات الكندية تشارك لأنه عم نشوف التطور والتقدم بالصناعات السايبر سكيرتي الادفانس مانفاكترين الدفنس بالإمارات كل سنة عن سنة عم نلاقي صناعات جديدة وهلأ حاليا الحقيقة هوت واحد بيدور بالمعرض بيلاقي بالفعل من أجمل الأجنحة ومن أحسن الإكوبيبمنت هنين ولهذا السبب نحن بنحب دائما نشارك نحن كحكومة والشركات الكندية بمعرض ايدك هل هذه أول زيارة لك شخصيا لهذا المعرض أم أنت نحن صرنا فترة رابع مرة منشارك بيدك أول شيء نزور كفيزيتر بس كإكزيبتر رابع مرة الحكومة تشارك لأنه دائما ونحن كثير منشارك بالإمارات بعدة قطاعات أهلا وسهلا بيكم بلدكم الثاني نتشرف دائما فيكم بالأشقاء والأصدقاء وفي وطن التسامح المفتوح على الجميع دائما المهندس إياد القدسي أشكرك في نهاية هذا الحديث مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في وزارة التطوير الاقتصادي والتجارة من أونتاريو بكندا كل الشكر لك شكرا لك وإن شاء الله دائما للنجاح أكثر أمين أجمعين